والتعليق ينضم إلينا من لندن الأستاذ الجامعي والنشط السياسي دكتور صباح الخزاعي ومن نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي مرحبا بكم ماضي في الكريمين وأبدأ معك سيد أحمد لأسأل عن هذه المفارقة الغارات مستمرة وبالمقابل تنظيم الدولة يتقدم إن كان في سوريا وإن كان في العراق كيف يمكن تفسير ذلك؟ في البداية منذ بداية العمليات وحتى قبل أن تبدأ أعلن الرئيس أوباما ووزير الخارجية البريطاني كاميرون والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند عن أن العمليات العسكرية تجاه تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يعرف باسم داعش ستستمر لسنوات هذه أولا ثانيا ما يعرف بالدولة الإسلامية أو داعش هم لا يحاربون جيش نظامي وله منشآت ومعسكرات وقواعد صواريخ إلى آخره هم يحاربوا حرب يعني الجوريلا وورفير من السماء حتى تستطيع القوات العراقية والكردية أن تتمكن من القيام بعمليات على الأراضي العراقية وحتى يوجد في سوريا وهي الإشكال الأكبر أن يكون هناك قوات تستطيع أن تتقدم إلى المواقع التي تحتلها داعش وتكمل عمل الغارات الجوية بتطهير المنطقة على الأرض وستظل العملية العسكرية تتخذ هذا الإطار لنستمع إلى سيد صباح هل توافق على هذا التحليل وأن القضاء على التنظيم يتطلب فترة طويلة من الزمن وهو لمجرد فتح الطريق أمام القوات المحلية على الأرض لبسط سيطرتها بسم الله الرحمن الرحيم أنا حقيقة لدي وجهة نظر أخرى وهو أولا هي فيسمى بداعج القوات المسلحة المجاميع المسلحة أعتقد أصبحت وفي اعتراف كبار القادر العسكريين الأمريكان والمخابرات المركزية الملكية لأنهم فيسمى جاميع مسلحة فقط وأنما أصبحوا جيشا شبه نظامي يمكن أن يكون فراء يمكن أن يكون فراءة يمكن أن يكون فراءة تجمع وعلى عديد المعنيات جداً لوجستية وغير لوجستية هو هذا المطلوب والمطلوب أن تستمر هذه الحرب إلى نهاية إلى سنوات طويلة الهدف من عندها هو تدمير سوريا وتدمير العراق من أجل وضع الشعبين العربيين في العراق وفي سوريا أمام الأمر الواقع وهو التقصي القادم نعم كنا نسمعك بصعوبة في بعض الأجزاء سيد صباح لكن بالمفهوم العام الغرض هو تدمير البلدين سواء في سوريا أو في العراق سؤال أحمد سيد أحمد يعني فيما يتعلق بالانتقائية في قيام قوات التحالف بضرب مواقع التنظيم في مواقع النفط أليس من الأجدر محاربة أو يعني على الأقل الضغط على الدول التي تمول التنظيم والتي تتهمها الولايات المتحدة بذلك سراً على الأقل شكراً لهذا السؤال بالنسبة للنفط والهجوم والكان بغارات عليه تنظيم الدولة الإسلامية داعش عندما قامت بالاستلاع على مدينة المصر وتمكنت من وضع أيديها على الأرصدة في البنك المركزي العراقي توفر لهذا التنظيم لأول مرة في التاريخ أن يكون هناك تنظيم إرهابي يمتلك سيولة نقدية تصل إلى نصف مليار دولار نعم نسمعه كي سيد أحمد وأيضاً تمتلك مصادر سيادية تتمثل في مصافي للنفط تتمثل في موارد مائية تتمثل في أراضي زراعية تتمثل في شعب تستطيع أن تحكمه هذه حالة غير مسبوقة في التاريخ أو القانون الدولي بالنسبة للنقطة الثانية عندما تقوم الولايات المتحدة بالهجوم على مصافي النفط فهي تمنع عن تنظيم داعش أو الدولة الإسلامية الدخل يومي يقدر بثلاثة ملايين دولار العملية بالنسبة للتمويل هذا يعني لا أريد أن أأخذ من وقت الزميل الدكتور الخزاعي طيب أشكرك أشكرك لذلك وأسأل السيد طيب سنعود إليك سيد صباح إذن يعني ضرب داعش في مواقع معينة يعني قطع التمويل عنها هل توافق على ذلك؟ أنا حقيقة يعني أنا أستغرب من الذي مكن داعش؟ من الذي مكن داعش لكي تصبح شبه دولة؟ من الذي مكن داعش من هذه الأسلحة الفتاكة والسيطرة على أراضي زراعية وأراضي نفصية وحقول وغير ذلك؟ من هي الجهة التي مكنت داعش وهو ما يسمى بداعش أن تهيمن على مساحة أكثر من مساحة بريطانيا؟ أليس هم الأمريكان؟ لا نعرف أن الأمريكان حتى تجثتوا على ميركل اللي هي رئيسة وزراء ألماني بالهاتف ألم يستطيعوا أن يتجثتوا على شبكة الاتصالات لهذه المجاميع الإرهابية ويوقفوا عد حدها؟ يقول العاقل أنها صناعة أمريكية واضحة المعالم الهدف من عدها فزاعة من أجل التدخل مرة أخرى في المنطقة العربية العرب حقيقة مخدوعون منذ البداية من هذه المخطفات الجهنانية يريدون احتلوا العراق بحجج واهية وحجج كابدة والآن كان سابقا عدوهم الاتحاد السوفيتي خلط الاتحاد السوفيتي ثم خلق القاعدة انتهت القاعدة ثم التيار الإسلامي انتهت التيار الإسلامي وإذا على حين غره تخرج داعش إلى الملأ وأصبحت لديها ديوج وإمكانيات غير اتيادية ما هذا الفعل يعني؟ يعيبون الآخرين يتدخلون بدول أخرى وهم يتدخلون ويقولون القانون الدولي أين هو القانون الدولي؟ من الذي يسمح للدني ماركة أن تتدخل في العراق؟ من الذي يسمح للدول في أستراليا أن تتدخل في العراق؟ وبنشيخة أدهي الدول التي لا نعرفها لنستمع لرأي السيد أحمد فتحي إذن المنطقة مهددة بالإرهاب منذ سنوات سيد أحمد لماذا الآن كل هذا الحماس من واشنطن وحلفائها؟ ولماذا ضد التنظيم فقط وفي مواقع معينة؟ رغم أن مجموعات أخرى أكثر تطرفاً ربما أيضاً تعيث في عدة بلدات إن كان في سوريا وإن كان في العراق أتفق معك جيداً أن ترتيب الأولويات مختلف في هذا السيناريو ولكن دعونا أن أتذكر أنا أتفق مع الدكتور الخزاعي أن أمريكا احتلت العراق ولكن أمريكا انسحبت من العراق وعرضت على رئيس الوزراء حين أذن الملكي أن يكون هناك قوى أمريكية تظل موجودة لحين إتمام تدريب الجيش العراقي والمساعدة في بناء الجيش العراقي الملكي رفض وماذا كانت النتيجة؟ أن جعل الجيش الدولة العراقية جعل الجيش بأكمله أو في معظمه من القيادات من الطائفة التي ينتمي إليها من الشيعة وكان نتيجتها عندما جاءت قوات داعش ميليشيات داعش من سوريا إلى العراق لم يجد من يوقفها وترك حديثاً عن المعدات أيضاً الدكتور الخزاعي ترك الجيش العراقي معداته بأكمالها مئة بالمئة من المعدات تركها خلفه وفرها رباً نقطة مهمة أثرتها سيد أحمد هذا يفسر من أين حصلوا على السلاح داعش في الصلاح إذن سيد صباح بالفعل ما هو المديل لوقف تقدم هذا التنظيم حتى لو كان هناك انتقادات للتحالف إذا كان مثلاً الجيش العراقي نفسه عاجزاً عن حماية الموصل عندما تقدم فيها التنظيم أنا أعتقد لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي جاد في القضاء على داعش وغير داعش عليهم أن يدعموا القوى الوطنية وقوى المقاومة في العراق أنا أركز على العراق قوى المقاومة في العراق وفي المناطق المنتفذة التي في محافظات سدة هم الذين يستطيعون أن يتخلصوا من داعش أما يضربون شيش بيش ويضربون هنا وهناك ويرحون ضعايا فهذا لن يفيد هذا مشروعاً مشبوه أنا أقول هذا المشروع الأمريكي سيد الفاضل قوى المقاومة نحن نتحدث عن جيش الدولة العراقية وليس عن ميليشيات سنية أو شيعية أو كردية أنا أقول أنا أقول هذه حتى المالكي كان متآمراً مع الأمريكان لكي يسلم هذه المحافظات إلى داعش مليون جندي عراقي ستة يعني مئتين وخمسين مليار صرفت عليها الأمريكان بقوا بالعراق من 2003 إلى 2011 ما الذي كان يفعلون لهذا الجيش السؤال السؤال لسيد أحمد طيب لو سمحت لي سيد صباح لو سمحت لي سيد أحمد إذن السؤال ليس فقط عن الميليشيات كما تتحدث إنما عن الانتقائية لماذا مثلاً يدعم أقليم كردستان العراق بكل ما يمكن في مواجهة تقدم التنظيم والآن في عين العرب يترك الكرد السوريين لمواجهة مصيرهم يجب أن نعلم أن الوضع في العراق يختلف عنه في سوريا المناطق التي تسيطر على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا انسحب منها الجيش السوري وبالتالي لا يوجد جهة سيادية يوجد هذه الداعش هم الذين يحكمون ويسيطرون على الأرض في العراق بعد فرار الحاميات العسكرية الشيعية من الموصل لم يبقى سوء البشمرجة هم الذين يستطيعون أن يواجهوا هذا الخطر القادم إذن سيد صباح ما هو الممكن الآن لمنع تقدم التنظيم في سوريا وفي العراق أنا أقول يجب أن تكون مصداقية مصداقية بالقرارات ويجب أن يكون الجهد جماعي يجب أن يكون مصير الشعب السوري ومصير الشعب العراقي يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار لا يمكن على الولايات المتحدة الأمريكية والدول الخارج الإقليم أن تقرر مصير العراقيين ومصير السوريين يجب أن يكون للعراقين والسوريين يعني قراء داعش أجنبية من أين أتىت داعش هذه الأسلحة من أين جاءتها نعم من الجيش العراق الهارب ومن البشمركة وغير ذلك ولكنهم كانوا يخططون منذ زمن طويل كانت داعش موجودة في الموسر وموجودة في مناطق أخرى في سوريا وعلى حين غر أطبح جيش نظامي فتاك وماذا كان رد فائل حكومة المالكي عندما كان مازال في الحكم المالكي يا أخي المالكي متواطئ أنا من الناس الذين يقولون أن المالكي حكومة المالكي الطائفية متواطئة مع المخطط الأمريكي والهدف من عدوه هو زيادة الطائفية والشحن الطائفي والقتل على الهوية في العراق من أجل الأجندة النهائية وهو تقسيم العراق إلى ثلاثة إقاليم فردي، سني، شيعي مع الأسد دائماً غرضة الآخر وليس غلطتنا فدعنا نتحمل مسؤوليات أمام الأمام وأمام التالي والناشط السياسي الدكتور صباح الخزاعي ومن نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي شكراً جزيلاً لكم